رغم بروز الصين كبلد رائد في مجال تطور التكنولوجي والاقتصادي وسيطرتها على مختلف الجوانب من السوق العالمية إلا أن إدراج واشنطن لشركة هواوي على اللائحة السوداء قد يعيد بيكين خطوات إلى الوراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر قراراً الأسبوع الفائت يعزز حماية قطاع المعلومات والتكنولوجيا الأمريكية من التهديدات الأجنبية تلاه إدراج وزارة التجارة لشركة هواوي الصينية على القائمة السوداء أي منعها من شراء معدات تكنولوجية أمريكية الصنع شركة هواوي تواجه مأزقنا الآن خصوصاً وأن معظم منتجاتها تعتمد على رقائق ومعدات أمريكية واشنطن من جاتها منحت مهلة تمتد لثلاثة أشهر للشركة الصينية لتصنيع الهواتف الدكية قبل فرض الحضر الكامل للتعامل معها مهلة قد تمكنها من تخزين احتياجاتها من المعدات ومحاولة البحث عن بديل لكن عدداً من الشركات بدأ بالفعل تنفيذ حضر التعامل مع هواوي وأبرزها عملاق التكنولوجيا جوجل الذي يزود هواتف هواوي الذكية بالنظام الأندرويد ولحقها في القرار كل من انتل وبروتكوم وغيرها أما شركة مايكروسوفت والتي تزود أجهزة كمبيوتر هواوي بالنظام الويندوز فلم تصدر أي تعليق رسمي حول قطع العلاقات التجارية لكنها سحبت جميع كمبيوترات هواوي من متجرها على الانترنت ترجمة نانسي قنقر